أعلامات استفهام تفرض نفسها على المشهد السياسي الليبي في ضوء اللقاء الجاري بين رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي والوفد الأممي المرافق له في بنغازي والذي يأتي بعد شهر من تصريح حماد بأن المبعوث الأممي بات شخصا غير مرحب به استنادا إلى اتهامات طالت باتيلي بالانحياز ونقص الخبرة فيما دع الأخير الفرقاء إلى تغليب هدف تحقيق الوحدة على المصالح الشخصية ووفق بيان حكومي فقد أكد باتيلي خلال لقائه رئيس الحكومة أسامة حماد أن البعث لا تساند أي طرف من الأطراف في الأزمة الراهنة من جانبه أوضح حماد أولويات حكومته والتي تركز على ملفات مثل توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار فضلا عن تحقيق الاستقرار الأمني في مناطق شرق وجنوب البلاد باحثون في مؤسسة Global Initiative أعربوا عن اعتقادهم بأن زيارة باتيلي إنما تندرج ضمن مساعيه لجمع الأطراف الرئيسية الخمسة والتي تضم حكومة الوحدة ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والبرلمان فضلا عن الجيش الوطني للتفاوض فيما بينها بإحدى العواصم الغربية بهدف حسم الخلافات حول القوانين الانتخابية وملف تشكيل حكومة موحدة جديدة تدير البلاد إلى حين اختيار سلطة تنفيذية جديدة وبحسب مراقبين فإن الخلافة إنما يعكس جدالا أعمق بالداخل الليبي يقف في أحد طرفيه حماد المكلف من قبل مجلس النواب الليبي والمدعوم من الجيش الوطني بزعمة خليفة حفتر بينما يمثل الطرف الآخر رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد البيبة الذي أعلن صراحة عدم نياته التخلي عن الحكم إلا لحكومة منتخبة بمنأة عن مقترحات حكومة الشرق الداعية لإنهاء المراحل الانتقالية عبر انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية ويرى محللون أن العائق الأكبر أمام مساعي توحيد الأطياف الليبية هو فقدان الثقة بين المكونات السياسية الرئيسية والتي تتنافس على حكم البلاد أو على أقل تقدير تلح في وضع الشروط الكفيلة بالحفاظ على امتيازاتها وإعفائها من الملاحقة في حال التوصل لتوافق حول حكومة جديدة موحدة أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا عبد الله اللافي ضرورة عقد المؤتمر الجامع للمصالحة في إحدى المدن الليبية ومشاركة كل الأطراف وفق بيان للمجلس الرئاسي شدد اللافي خلال لقائه بمستشار الاتحاد الافريقي للمصالحة الوطنية محمد حسن لبات على أنه لابد من عقد المؤتمر دون تأجيل ومواصلة العمل في ملف المصالحة باعتباره مفتاحا لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حسب تعبيره منغازي ينضم إلينا مراسل حرة فرج حمزة أهلا بك فرج أريد أن أعرف آخر التطورات أو تفاصيل أو فدعني أقول عن لقاء بتيلي وحمد في بنغازي خاصة أنه هذا اللقاء الأول نعم يوسف الزيارة الغير متوقع كما يقول أو تقول أوصات السياسية على الأقل هنا في مدينة بنغازي منذ قليل كان هناك تغريدة ربما لرئيس البعثة الأممية لدريبيا سيد عبدالله بتيلي على منصة قال فيها أنه جدد الدعوة للقادة الليبيين لتحمل مسؤلياتهم وللتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لصالح السكان أيضا ومحاولة الضغط كما يقول لإعادة أعمار دبنا والمناطق المتضررة من الفيضانات لقاء بتيلي بعده لقاء بتيلي مع أسامة حمد تبعه أيضا لقاء مع قائد الجيش الوطني هنا المشير الخليفة حفتر في مدينة بنغازي تحدث الطرفان كما يقول المنصة الرسمية لقيادة الجيش أنه على ضرورة توحيد الجهود الداعية لإعادة الحوار بين الأطراف السياسية يوسف اجتماع حمد مع بتيلي يعتبره الكثيرين على الأقل هنا في معسكر الشرق انتصار للحكومة المكلفة من البرلمان خاصة بعد الانتقادات الكبيرة والكثيرة التي وجهها رئيس الحكومة المكلف أسامة حمد للبعثة الأممية عموما ولي عبدالله بتيلي خصوصا مع البحثات التي كان يجريها خلال الآونة الأخيرة خاصة مع بعض الأطراف السياسية هناك أحاديث أو بعض المرقمين يتحدثون أنه ربما بتيلي اليوم وجه دعوة لأسامة حمد لتكون الطاولة التي دعا إليها فيما سبق طاولة خمسية أن تكون طاولة سوداسية تجمع الأطراف السياسية هنا نتحدث عن قيادة الجيش مجلس النواب الحكومة المكلفة من البرلمان هنا في شرق المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية هناك من الغرب ولكن لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي حتى الآن يوسف ولكن هناك بعض الأخبار تتحدث عن إعلان قد يكون خلال الأيام المقبلة حول هذا الاجتماع أو هذا الدعوة التي وجهها بتيلي لجميع الأطراف السياسية خاصة بعد الضغوطات الأخيرة التي نتحدث عنها دائما التي تتلقاها بعض الأطراف السياسية سواء من المجتمع الدولي وحتى من البحث الأممي يوسف طيب إلى أي مدى هناك دعني أقول انفتاح في الآوين الأخيرة دعني أقول من السياسيين في الغرب على الوصول إلى هذه النقطة نقطة توصل لحكومة وحدة وطنية في البلاد بالتعاون الفعلي والحقيقي مع الشرق وقم لديك تأكد معلومات الاجتماع القاهرة الذي كان ما بين المجلس الرئاسي ومحمد سكالاوار عكلا صالح يؤكد أن هناك نية لدى بعض الأطراف السياسية دعني أقول وليس جميعا لتشكيل حكومة أو الجلوس على طاولة حوار ولكن دائما حكومة الوحدة الوطنية كما تقول الأطراف السياسية ويقول مراقبين تبقى هي المعرقل الوحيد لربما لهذا الحوار الذي يدعى إليه بشكل مستمر سواء من البعثة الأممية وحتى من الأطراف الدولية خاصة بعد طلب حكومة الوحدة الوطنية وعدم تخليها عن الحكومة كما يقول رئيس الحكومة سيد عبد الحميد البيبة إلا لحكومة أخرى منتخبة ولكن هناك انفتاح قد يكون واضح يوسف وجلي خاصة بعد اجتماع القاهرة الأخير وأيضا تقارب ما بين المجلس الرئاسي ومجلس الدولة مع مجلس النواب هنا نتحدث عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يوسف شكرا جزيلا لك فرج حمزة مراسل حرة كنت معي مباشرة من بنغازي